قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤكد في كلمتي أمام قمة العربية الثانية والثلاثين في جدة على أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب محذرا من أن مؤسسات الدولة إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع مقدرات الشعوب التي تحميها وتصونها والدولة الوطنية وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للوفد الإعلامي أن الرئيس السيسي سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساحي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهدها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية خلافات البيت العربي بالتوازي مع المصاري الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيتناول في كلمته الحوكم الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي كما ستطرق الرئيس السيسي إلى القضايا العربية ومن بينها الأزمة في السودان وأهمية تسوية هذه القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي